وفي ذات التوجه أعلن مدير عام صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان المباشرة بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية متوقفة منذ 2014 وذلك بعد سلسلة مراجعات لوزارتي الصحة والمالية وخاصة بقضاء بلد والدجيل مؤكدا الجدية بمتابعة تلك المشاريع وتسريع وطيرة العمل لاستكمالها لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين نحن كدائرة صحة صلاح الدين عدة مشاريع استثمارية متوقفة منذ عام 2014 الآن منذ فترة بدت وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة التخطيط بعد الموافقات ومراجعات الأبنية التي كانت متوقفة عملية البناء واستمرار البناء التي هي في سامراء والدجيل والطوز والدور في هذه الأخضية بدت الشركات عودت المباشرة بالعمل لكن بعض الشركات متلكة أو بطيئة بالعمل خاطبنا وزارة الصحة من أجل أنه الضغط على الشركات باعتبار وزارة الصحة هي التي قامت بالعقيد وهي الإشراف المباشر وزارة الصحة ضغطت على الشركات من أجل زيادة العاملين في هذه المواقع الاستثمارية وإن شاء الله في المرحلة المقبلة حسب وعود الشركات أنه سيتسارع العمل بصورة أكبر